أهلا بكم يلتقي يوم غد المنتخب الناشئين لكرة القدم بنظيره القطري في إطار منافسات بطولة قطر الودية الرباعية وكان المنتخب قد حقق فوزا كبيرا في بداية مشواره بالبطولة بالفوز على منتخب المالديف بتسعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على أن يختتم مشواره بالبطولة يوم الخميس بلقاء منتخب اندونيسيا يذكر أن البطولة تعد بمثابة المرحلة الاستعدادية الأخيرة للمنتخب قبل التصفيات الأسيوية التي تنطلق في الرابع عشر من شهر أيلول المقبل في الأردن بمشاركة منتخبات توجيكستان ونبال واسر لنكا والكويت كشف ناد السلط عن تعقوده مع عدد من اللاعبين لتعزيز صفوف فريقه نحو المنافسة على كافة الألقاب خلال الموسم الكروي الجديد واعلن النادي عن ضمه لللاعب عمار البطايني الذي سبق له أن لعب في ناديي الصريح والعربي بالإضافة لتجديد عقد اللاعب سامر العسفة وبحسب البيان الذي نشره النادي فإن التعاقد مع البطايني وتجديد عقد العسفة جاء بناء على توصية من المدير الفني للفريق جمال أبو عبد يستضيف بعد قليل نادي النصر السعودي نظيره السد القطري ضمن منافسات ذهب الدور ربع النهائي من دور أبطال آسيا لكرة القدم ويسعى النصر لتحقيق نتيجة إيجابية مستغلا عاملاء الأرض والجمهور قبل لقاء العودة المقرر إقامته في 16 من شهر أيلول المقبل وموصلة مشواره في البطولة نحو تحقيق لقبه الأول بالمسمى الجديد لهذه البطولة في المقابل أمل السد وهو آخر بطل عربي للبطولة بانتزاع الفوز وقطع شوط كبير نحو العبور للدور نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي هذا ونجح النصر في التأهل بعد إقصائه للوحدة الإماراتي فيما حجز السد مقعده بعدما تغلب على غريمه المحلي أتحل يفتتح نادي انتر ميلا مشواره في الموسم الكروي الجديد الليلة بمواجهة نظير هليتشي صاعد حديثا للكالتشو على مرعب جوزيب بميازف في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم ويسعى النيرتزوري لتحقيق انطلاقة قوية في الدوري خاصة بعد تدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا ويشهد اللقاء الظهور الأول للمدرب الإيطالي أنتونيو كونتي مع الفريق بالإضافة للمدافع الأوروغواني ديي جوغو دين والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وصل الأرجنتيني ولينا المسي لاعب نادي برشلونا الإسباني غيابه عن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة أوسوسونا في ثالث جولات الليجة يوم السبت المقبل وكان برشلونا قد عاد للتدريبات صباح اليوم تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي تحضيرا للموراة المقبلة للفريق أمام أوسوسونا بعد فوزه بخماسية يوم أمس على نظيره ريال بيتيس هذا وكان ميسي قد تعرض لإصابة خلال فترة تحضيرات الفريق منعته من مرافقته لجولته الودية في أمريكا وغيبته عن أول لقائين للفريق في الدوري كشف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب عن نيته الجدية بأخذ قصة من الراحة واعتزال التدريب لفترة مؤقتة عقب انتهاء عقده الحليم على ليفربول في عام 2022 وقال كلوب في تصريحة له أنه بات لا يملك الطاقة لتقديم كل ما لديه مؤكدا نيته أخذ قصة من الراحة يمتد لعام واحد بعد انتهاء عقده مع الريد وكان كلوب قد تولى تدريب ليفربول في شهر تشرين الأول عام 2015 بعقد مدته ثلاثة أعوام قبل أن يتم التمديد عقده في وقت لاحق حتى صيف 2022 أعلن منظم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس انسحاب الكندي ميلوس راونيتش من البطولة بسبب إصابة عضلية تعرض لها وغاب راونيتش وصيف بطولة وانبلدون عام 2016 عن الملاعب منذ بداية شهر آبل ماضي بعدما اضطر للانسحاب من الدور الثاني لدورة مونتريال للماسترز بسبب ألام في الظهر لانسحب من بطولة أمريكا رابع البطولات الكبرى هذا وسيشارك البولندي كاميل مايشاك الخاسر في الدور الأخير من التصفيات في البطولة بديلا لراونيتش